لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ لَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونِ لَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُنْ تُكَذِّبُونَ تَنْزِيلٌ مُدْهَا الْمُطَهُ إِلَّا الْمُطَهُ إِذَا بَنَوَةِ الحُلْقُومَ وأنتم حين إذن تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينة ترجعون فلولا إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من المقربين أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليات جحيم إن هذا له حق اليقيم فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبع لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويبيت وهو على كل شيء قبيت هو الأمن والآخر والضاهم والباطل وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم صدق الله